لابد أن يكون فيه نقطة شرطة فعالة موجودة في أبو حزام هنا وزي ما انت شايف يعني من بعد أحداث 22-6 22-6 اللي حصلت لأخيرة دي حاول الأمن كده يلتفت لنا بس لنا بنظرة كويسة وابتدى ييجي عندنا يعني ودينا مشت حلوة الحمد لله بس لازم المصالحات أهم من كل الحاجة المصالحات ووجود الأمن ووجود الأمن المصالحات مش التيم غير بوجود الأمن لازم الأمن يكون فعال ومعها المصالحات ويقضوا على الموضوع دي بلدنا من 42 المشاكل اللي شغالة فيه وحمره دوام ما فيش أي حاجة محلاهي أهم حاجة دروكي تسيبك من الكاراتين والأسفلتات والكهرباء والدينة دي كله أهم حاجة التارضي ينتزخ خالص وقدمت الترافع من عنديني ويوحضر صلح عام والأمن للحكومة تحط يدها معاني الحكومة كانت الأول سيبانة خالص ما طلتنا شغير من سحة الحدسة الأخرانية دي ونحن من 42 وهي المشاكل اللي شغالة في بلدني الطار وتسليم سلاح وهد بيوت ومنازل وخرب بيوت ويتم أطفال وأرامل دا ما فيش أي حاجة فيه دروكي تنحن عاوزين أهم حاجة المصالحات عامي نناشد القيادة السياسية والنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا عندما ذهب إلى المدينة أول شيء فعله هو المصالحة المجتمعية والمصالحة ما بين الأوس والخزرج لبناء المدينة ونحن أول شيء نطالب به ألا وهو مصالحة اجتماعية مصالحة كي نعيش في سلام إذا تمت المصالحة فيتم بعد ذلك الخدمات سيتم التعليم نعم هل يوجد تعليم نعم أنا أتعلم أنا خريج جامعة وبعد الجامعة نظر لأفضاع البلد قررت الهجرة والصفر إلى الخارج وغير الكثير والكثير والكثير فلكن لا بد قبل أي خطوة يا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يا سيادة الرئيس رجاء منك نظرة إلينا بمصالحة مجتمعية مصالحة لشباب أبو حزام كل الشباب يرفض العادات والتقاليد يرفض ما ورسناه عن أبائنا ليس لنا زنب فيه توارسناه من الأب والجد ولكن لا زنب لنا فيه